الفرق بين الواوي وثم في المعنى قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون حقيقة التوحيد ألا يكون في الملة إلا الله جل وعلا وأن لا يتلفظ بشيء يجعل فيه غير الله جل وعلا شريكا أو ندا له كمن يحلف بغير الله أو كمن قال ما شاء الله وشاء فلان لأن الواوة تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ في المرتبة أي إسناد الفضل في الفعل إلى الله تعالى وغيره بنفس المرتبة فعلى سبيل المثال لو قال أحدهم لولا الله وأحمد لم أحصل على الوظيفة وكأنه يقول أن الله وأحمد بنفس المرتبة في الفضل بحصول على الوظيفة وهذا والعياذ بالله من الشرك الأصغر فالأصل أن يقول الرجل لولا الله لما حصل كذا قد يستبدل البعض قول لولا الله وفلان بقول لولا الله ثم فلان وذلك للخروج من دائرة الشرك بحيث أن ثم تفيد التراخي في المرتبة أو التراخي في الزمن فإن قال الرجل لولا الله ثم أحمد لما حصلت على الوظيفة فهو بذلك قدم الفضل لله تعالى بشكل أولي وأن أحمد هو بمرتبة أقل من الله تعالى وأن أحمد سبب للحصول على الوظيفة فالمؤثر الوحيد في الأمر هو الله تعالى وبذلك نجد أن الفرق بين الواوي وثم في قول لولا الله وفلان أن الواوي يجعل فيها الله عز وجل وغيره بنفس المرتبة أي تدخل المسلم دائرة الشرك الأصغر بالله بظنه أن غير الله قادر على التأثير في حياته أما قول لولا الله ثم فلان فتكون المرتبة العليا لله تعالى ثم لغيره وبذلك يبين المسلم من خلال لفظه أنه لولا قدرة الله لما كان لغيره من المخلوقات القدرة على التأثير في حياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر